رحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر نور الشباب نبدأ نهارنا مثل ما دايما تعودنا بالإنجيل المقدس واليوم مع الأب دومينيك نصر الراهب الماروني المريمي بسم الآب والابن وروح الكدس إله الواحد أمين أقرأ من إنجيل الكديس متى الفصل الثامن عشر من الآية الأولى إلى الآية الرابعة وفي تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع وقال من الأعظم في ملكوت السماوات فنادى ولدا وجعله في وسطهم وقال الحق الحق أقولكم إن لم تتبدلوا ولم تصيروا مخل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن جعل نفسه صغيرا مثل هذا الولد هو الذي يكون الأعظم في ملكوت السماوات وإن من قبل ولدا مثل هذا فإياي قبل المجد لك يا رب المجد لك أخوتي نحن بالأسبوع الرابع من زمن العنصرة الكنيسة المارونية مبارح حطت لنا عنوان يسوع يبتهج بالروح الابتهاج بحد ذاته هو أكتر من فرح وطي واحد نقول عنه أن هذا مبتهج يعني مش بس مبسوط أو فرحان أكتر مليان فرح مليان سعادة كأنه منقول عن الأديسين والأشخاص يلي مليانين نعم منقوله كأنه عم بطير هذا الشخص لهذه الدرجة ما في شيء شاد ونزول ما في شيء مسيطر على حر كليا هالحرية وهالفرح والسلام الداخلي الكبير بيخلي الإنسان يبتهج بالروح القدس ليش الابتهاج بالروح القدس؟ لأنه الروح القدس هو بحد ذاته فرح مليء بالله فرح مليء بالسلام الداخلي والعميك هالابتهاج هو اللي نحكي عنه اليوم الابتهاج تحت الضوء وعلى مثال الطفل دايما التلاميذ في عندهم هالمشكلة وحتى المجتمع بحد ذاته أنا شو بيطلع لي وأنا وين موقعي دايما مننبش على المواقع أنا وين بدي يكون بأي مركز هالمركز مهم أو مش مهم هالموقعي مهم أو مش مهم هالشغل اللي أنا بدي أشتغله رح يوصلني لأكبر وإنما وبين أو رح يخليني بمكانة الزيتة حلو واحد يكون طموح حلو واحد يكون عم ينبش على يتقدم بالحياة ولكن مش على راس الآخر مش أنا بدي أتقدم بتحطيم الآخر ولكن أنا مهم أوصل أياما منشوف مواقف خاصة بنحضرن على الفيديوهات بيعطن إيه واتساب أو فيسبوك أو هؤل الإخبار كيف واحد بيكون مثلا من كم يوم حضرت فيديو صغير بيحكوا عن ماراتون واحد مهدى شخص تاني مش قادر يمشي هدى ومشي هوية ووصلوا على المطرح لازم يوصل وكل العالم وقفت له وزقفت له وما بينتسى هيدا العمل المحب الحلو اللي كان في هذا الشخص من رغم من أنه معقول يكون هيدا الشخص عامل كتير مسابقات ولكن هيدا المسابقة هيدا الماراتون لأنه عمله بفعل حب وترك أثر حلو بالآخر خلاه ينتشر عند العالم كتير كذلك الأمر إخوتي ساعة اللي أنا بعملي وبشغلي بدي كون عم ساعد الآخر كمان تا يوصل معي هون ساعتها نحنا بيكون عملنا فيه ثمار حلو الآخر ضروري يكون ماشي وأنا ضروري يكون ماشي ضروري أنا يكون في عندي شيء مهم بحياتي أعمله ويضل في عندي شيء بدي أعطي أكتر وأكتر وأكتر ولكن مع الآخر باختبارات الآخر بكلام الحلو طبع الآخر وبيكلام الحلو اللي إله ساعتها أنا بقدر أوصل أكتر وأكتر يالما كان بده أوصل له كل البشرية إخوتي من أول ما نخلق من أول ما نيجع على الأرض نسأل سؤال طب إحنا لوين رايحين في حياة تانية ما في حياة تانية بدنا نضبط أمورنا فينا نضبط أمورنا لأنه منخلق بمنطقة فكير بالمجتمع بإلنا لازم دايما نضبط حالنا دايما نحن وبالمدرسة نحن وبالبيت أول شيء بدي يكون دايما الأفضل بين الجيران الأفضل بين رفقاتي بالمدرسة الأفضل بالجامعة الأفضل بالشغل الأفضل بالمجتمع الأفضل دايما بدي نبش كون الأفضل بتعلم وبتربى كون الأفضل هالأفضلية بتوقعنا بمشكلة أو بتخلصنا من مشكلة بتوقعنا بمشكلة ساعة أنا الأفضلية اللي بدي أعملها بدي أكسر كل الحوالية تأوصل أنا أكون الأفضل وبقدر كون الأفضل بالطريقة الصحيحة ساعة اللي أنا بساعد الآخر وبخليه ينمى بالنعم اللي الله عطايها وأنا بنمى بالنعم اللي الله عطانيها الوسط بالكتاب المقدس دايما هو يسوع بدي يكون الوسط اليوم بالإنجيل منلاقي يسوع حط الطفل بالوسط حطنا نحنا وكل إنسان مننا بالوسط عطانا هيدا الأهمية هالأهمية يلي بنظر الرب ما فيها غش فيها صدق فيها محبة فيها إعطاء شخصية قوية مباركة ومتزنة لو نحنا دايما مننبش إنه نرب الطفل على شخصية يقاتل يا مقتول على شخصية بشريعة الغاب على شخصية يلي بدك تتغدى الشخص قبل ما يتعشاك على شخصية إنه الآخر دايما جاية يأذيك أنت بدك تحمي حالك مهم إنه نبه الأطفال على هذا الموضوع لأنه عم بيسيروا للأسف ولكن الأهم سعة اللي أنا بد رب الطفل إنه لا الآخر مش دايما هو السيء لإلك الآخر مش دايما هو عدوك الآخر مش دايما هو يلي سابقك وإنت بدك تعمل مستحيل تتسبقه الآخر هو نعمة هو عطية من الله ولكن كمان وديكون في عندي الحكمة والحنكة أعرف ميز الأمور ميز السيء والخير ميز بشخص ذاته شخص الواحد الواحد شوف وين أعماله الحلوة وين أعماله السيء أعمال السيء اللي عم يقوم فيها مش بيحكم عليه أنه هو سيء بدي أفصل العمل عن الشخص هذا الشخص هو عم يعمل هذا العمل السيء أو العمل غير مظبوط لأنه قطع بظروف صعبة أو سيئة أو خبرة أليمة خلته يعبر بهذه الطريقة فأنا أريد إذا حكمت عليه على حسب أعماله السيء كلامه السيء ساعته أنا عملته هو السيء وكسرت كل آلب وكل مبدأ الخلق خلقنا الله على صورته ومثاله ساعته الله فيه ناس خلق مناح ناس خلق مش مناح وهذا الشيء أكيد غير صحيح ومش معقول يكون صحيح لأنه الله مثل ما بحبنا بحب كل واحد مننا مثل ما بحب كل واحد مننا بحبه على آخر بحب كل إنسان مننا كأنه هو الوحيد والفريد هو في الوسط هو الأساس وهيدا الشخص بالوسط يلي كل واحد مننا هيدا هو الله تجسد على الأرض عمل العمل الخلاص وإجع صعد إلى السماء تيهيئ لإله مكان وهيدا الشخص بعت له يسوع المسيح أروح الكدس تيرافقه بكل ثانية من حياته نحن دايما مطلوب مننا أنه نظل صغار صغار متعلقين بالراب يسوع المسيح صغار على مثال الراب يسوع المسيح وقت كان طفل وقت كسر عمره 12 سنة كيف خلى أهله ينبشوا عليه وتنبشوا عليه سمعه حكي وينك لشيك عملت فينا لشيك خليت أنا وبيك نعصب وخلينا نضيع وخلينا أنه خليتنا بالأحرى أنه نعطى لهمك الحلو بالإنجيل بقلنا بالآخر راح يسوع معهم وكان ينمو بالنعمة والحكمة والقامة عند الله والناس في نمو فيه رب يسوع المسيح مثل ما نحن ما ننقوم بهذا النمو بابتهاج الروح يعني دايما بدي يكون في عندنا الفرح فرح روح القدس بحياتنا فرح الرب بحياتنا وهذا الفرح بدي يكون من الداخل مش من الخارج تنقدر يكون فرحنا صحة حقيقة وفرحنا مليان ليوصل للإبتهاج بدي يكون مليان علقتنا وإنسانيتنا بالرب يسوع المسيح مليان حب ومليان استسلام لإرادة الله وهدف الله بحياته بحياته بحياتي هدف الله بلمس قلبي وقلبي الآخر الله خلقنا عها الأرض تنعيش الابتهاج مش بس السعادة والفرح عطاني نعمة كبيرة ابتهاج بالروح القدس فخلينا إخوتي دايما نكون عم نصلي مع روح القدس عم نصلي بصلة كتير كبيرة نتحد بروح القدس ونحط روح القدس أساسي بحياتنا تيكون ابتهاجنا ابتهاج الله في وسط البشرية تيبين مجد الرب ونحنا نرجع لورا تيبين دايما محبة الله لك الإنسان منا أمين مشاهدينا منتوقف مع فاصل ونرجع من بعد ونتعمى أكتر بإنجلنا اليوم مع الأب دومينيك نصر موسيقى 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 عودة لكم مشاهدين أنا نتعمق أكتر بإنجيلنا اليوم مع الأب دومينيك نصر أبونا نرحب بحضرتك مرة تانية معنا اليوم مجد الله أبونا يمكن بالأول اليوم ننطلق من الأسئلة من خلال إنجيلنا ومن خلال الكلمة التي حضرتك ولكن نبدأ بالأول من الإنجيل وننطلق من السؤال الذي طرحه للتلميذ من هو الأعظم في ملكوت السماوات اليوم هيدا السؤال ويطرحوا التلميذ من بعد ما المسيح كان تحدث معهم عن عظمة الملكوت وأن الكلمة تساوي في الملكوت ولمن يستحكه بس اليوم هيدا السؤال هل يمكن بيرجع لطبيعتنا البشرية لطبيعة التلميذ البشرية التي تتعود على السؤال العظمي وسؤال الموقع مئة بالمئة نحن دايما من أول ما نخلق وننبش أنه على الأهم الأعظم كما كنا نحكي بالكلمة الروحية اللي بهمنا نحن أنه دايما أنا بدي أكون الأفضل و سبحان الله بطبيعتنا بي عندنا متكأنه غريزة بدخلنا أنه نحن بدنا دايما ننبش على حدا عنده بوست مهم حدا عندك موقع مهم روح بتعرف عليه تعمل وصايت تضبط أموري مثل ما أمه اللي يحنى ويعقوب وقتها إجي تجابت ولادة وقالت لهم قالت لهم يسوع إذا بدك تعمل لي خدمة كبيرة تحط لي واحد على شمالك واحد على يمينك بالملكوت وجاوبوا يسوع قال لهم أنتم قادرين تحملوا الكاس لأننا عم بيحملوا أم نقدر أن نحمله قالوا أكي رح تحملوا الكاس بس مرة رح تقدروا حطوا فوق لأنه بي السماء وهو اللي بيعفي بيحط على اليمين وعلى الشمال بمعنى تاني دايما من الأم للبي بد يعطوا الأفضل لأولادهم الولد بده دايما ينبش عن مستقبل أفضل كذلك الأمر التلاميذ تلاميذ مثله مثل اليهود بوقتها كانوا عم بنبشوا على مملكة المسيح الأرضية مفاكرين أنه بده يجي المسيح يعمل مملكته على الأرض وبهالمملكة على الأرض بده يبلش يحط نايب وزير مسؤول جندي زبطوا ركضوا تلاميذ ما انت اخترتنا نحن 12 واحد من أصل عدد كبير مين مننا الأعظم كيف بدك تقصمنا يسوع المسيح بيعطيهم مثل الطفل اللي رح نحكي عنه بعد شوية فإذا هيدا تفكير البشرية كلها سوى هيدا تفكير كل إنسان منها حتى نحن بعد 2000 سنة كان بالكنيسة أو بالرهبانات أو بالمؤسسات أو بالمجتمعات أو بالبيوت حتى بالبيت دايما الطفل والولد يسأل أمه مين بتحبي أكتر أنا أو خي أنا وأختي لبي بسي اطلع شوف عمل هذا الشغل مع أختي أو مع خي إذا ما عمل معي أنا يعني بحب أكتر مني أو أنا أو بحبني أكتر منهم دايما عندنا هذه النظرة ولكن نظرة الأبوة الحقيقية اللي عم بفسلنا إياها أراب يسوع المسيح عن بي السماوي هو حب شامل وموحد لكل نصر أبونا أبونا فكرة يمكن فكرة أن نعود فكرنا على التواضع كيف نقدر نطبق كمؤمنين لنتخلى عن الفكرة التي لديها عن العظم والأفضل ونقدر نشوف انطلاء من موقعنا كيف نقدر نساعد الآخر وكيف نكون صورة للمسيح التي نحن مؤتمنين عليها بكل بساطة ساعة الإنسان مقتنعة بالمواهب التي أعطيها مقتنعة بالشغل الذي يعمل للأسف لدينا كثير تنداص أنه ميول نروح صوب أنه إذا أنت ناجح بهذا البرنامج أنا أريد أن أسعى المستحيل أن أخذ محلك لأنه شفتك أنت مبسوط فكر حالي أنه هذا هو الفرح نروح بعمل محلك بحر تقعلك بشيلك بيأخذ محلك ببص بطلق أخذ شي لا ما مبسطت بروح بلاقي فلان قاعد مبسوط بالدق بالموسيقى بالاخبار بالكذا بروح بشير حر تقعلي موسيقيتك مش حلوة أنت مش شاط موسيقى أنا بعرف موسيقى بتعلم موسيقى بدق موسيقى تلاقي الفرح سينا ما ننبش عن سعادتنا عند الآخر وبخلي الآخر ما ينمى وما يعطي مواهبه ما يشتغل على مواهبه لا بخلي يشتغل ولا أنا بشتغل هاي دوان مكان موجودة بكل المجتمعات وبكل الأماكن للأسف ساعة اللي ما في التواضع أنه أنا بهيدا هلقد الله عطاني وننتبه على شغلي إذا الله عطاني هالشغل البسيطة إذا أنا اشتغلت صح وبتواضع بمحبة بدأت تصير عظيم ياما في إديسين ونحطوا على التلفزيونات عم نحضر أو قرين قصتهم هيدا الإديس البواب اللي كان بس بواب لأنه ما كانش طائر من أمره شي لا لهوت يعرف يسمع ولا سؤال ولا شي بيعرف كل شي آخر خي خلص حطوه بواب حطوه بواب لأنه كان صادق بهالتواضع ببساطة الشغل نفتح البواب ويسكر وشو بده ما الناشية ولكن عارف يعملها بمحبة وبتواضع وسل الأداسة خلال الكلمة الروحية حضرتك توقفت كثير عن موضوع النعمة نحنا كيف نقدر نميز النعمة بحياتنا لأنه بكثير من الأوقات نحنا نجهل أنه عطية من عند ربنا وإذا اليوم سلمنا هننعمة للمسيح ومشينا معه بالطريق كيف نقدر نطور هيدا النعمة هنكون مثل ما حضرتك ذكرت قبل موضوع القديس البواب أنه نعمل المستحيل بقدر ما أنعم علينا في الرب صح هيدا النعمة بحد ذاته النعمة ساعة اللي أنا عم شوف شو نتيجتها يعني هالشغل المعين البواب اوكي إذا أنا حسات في شي من داخل لأنه أنا روح أشتغل بواب أفتح الباب وسكره إذا من جو في زعل وفي قهر وفي عذاب أنه قف لاش فلان أعطي هذا المركز وعم أشتغل بهذا المركز وليش أنا لاش كبيني هون عاميني بواب لأنه أنا زلم السيق لأنه أنا مش صعي من أمر شي لأنه أنا بصير حبس محبوس بهالأفكار وبهالعالم ساعة اللي بتحرر وبلاقي نتيجة ساعتها بعرف إذا هالنعمة إيجابية أو لا إذا هالنعمة أصلا هي نعمة أو هي نأمة لأنه ياما نحن نتبنى أمور نقول عنه هولي نعم بسوما النعم كيف أعرفهم بدي أشوف نتيجتهم نتيجة إيجابية عم بتخليني عيش الفرح عيش السعادة الداخلية عيش السلام الداخل لأيدي نعمة نتيجتها لازم نقيس علينا وعلى غيرنا اليوم حتى يمكن تجيب الفرح سلس بدي تضرب غيري أو بأز غيري بس أنا مبسوط فيها هل كمان نحطها ضمن إطار النعمة أكيد لا لأنه كل حياة اللي عمل بدي أعمله دائما بدي يكون فيه سلوس سلوس علاقة ليه هو مع الزيت مع الآخر ومع الله إذا هيدا العمل اللي أنا عملت أو هالنعم اللي أنا سميت نعمة إذا كان فيها سلام داخلي لإلي سلام للآخر وسلام مع الله ساعت هيدا هيدا نعمة إذا أنا مبسوط فرحان وكل ماشي الأمور بس غير عم بأزي لأنه هلأ أنا في يكون مبسوط بهالنعمة المعينة غير حاسدين علي أو عم يحصد أو زعلان لش أنا ماشي حالي مش يعني أنا بد ما أمشي بالنعمة وهون حي بتوقف على التواضع بهالن نقطة مش التواضع ساعت اللي أنا ما بخبر على نعم من رب حياتي هيدا مانو التواضع هيدا تقبر التواضع ساعة اللي أنا كيف أنا عم قول أنا زلمي خاطي هون وأنا زلمي تعم عتر وأنا زلمي الله ضربني وأنا زعلان وأنا وأنا مش عم بيشتغل حالي مش عم بكي على الأطلال هو هو اللي أكيد بس كمان إذا الله تدخل بحياتك خبر عننا بشرح حلوة هيدا فيها تكون طريقة تانية لنخلي الآخر هو كمان يتعرف على رب من خلال نحن نشارك معه صح لأن أنا يمكن في نعمة من 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 انتباه لأن هيدا نعمة ساعة اللي طلعت أنا بخبر لحد أن أنا هاي الشغلة البسيطة لك كيف الله حسيت كأن الله اشتغل فيها أنا كمان في هالخبرة صارت معي ليش ما من نكون بتواضع عم نحكي عن عمل الله بحياتي لأن الفرق التواضع كلمة كتير بسيطة ساعة اللي أنا عم خبر عن العظمة مين أساس هالعظمة الله أو أنا إذا أنا أساس راح التواضع إذا الله أساس برغم من ضعف ورغم من نقص الله بعده عم يشتغل هذا هو التواضع أبونا علاقة الثالوث اللي حضرتك حكيت عنها اللي هي مع الزيت مع الآخر ومع الله اليوم هل فينا نقول كمان أنه هذه العلاقة نفسة منطبقة على المبدأ الحرية اللي نحن معطل لنا يعني اليوم الحرية السلام الداخلي كمان شو هي المسؤوليات اللي بتترتب علينا من خلاله كمؤمنين صح الحرية ما في يتم إلا بس بحريتي سجنت الآخر أو سجنت الله نعطي مثل أنا بد كاليوم أقرأ الإنجيل وفسر الإنجيل هالبرنامج انتوا عم تعملوا حلو كتير مهم بس شو الأفكار اللي عم بتقول شو الكلام اللي عم نحكي فيه شو المبدأ منه هالما بدأ أنا بيّن هالما بدأ أنا بيّن وما خلي غير يلي هو يمكن عنده هالنعم يبيّن أنا حطيته بسجن أنا قتلته وإذا ما خلت الله يشتغل بحياته وهو يحكي من خلاله ساعته أنا كمان حجمته لأله لأن الكتاب المقدس ما هو الكلام اللي نحنا منحكيه كل يوم كل يوم قد ما نحكي عن الإنجيل لو كل يوم نحكي عنه جزء كتير صغير منه فهيدي أنا بيّن في عند الحرية ولكن الوعي كمان أنه الآخر مجبور حافظ على حريته وأنا عم بيحكي عن حرية كتير صغيرة بالنسبة للحرية الكبيرة اللي هي من الله أبونا اليوم إذا بدأ ننتقل على شئ آخر أيضا متعلق بإنجيلنا لليوم يلي هو الطفل نشوف المسيح يوضع الطفل بالوسط من هذا من اللي صار اليوم بالإنجيل يمكن شو هي الصفات التي تميز الأطفال إذا نقول للمسيح اليوم يوضعهم بالنص ويقلنا رجعوا ويكونوا مثلهم صح أول النص اللي حكينا عنه بالتأمل عادة في الوسط هو الله أو الشخص المهم وأتى الأمرأة الخاطئة واجدت بالوسط وهلأ الطفل بالوسط يسوع أتى في وسطهم وأتى السلام من بعد موته وإيامته فإذا دايما الوسط هو حضور الله أو هو الأهم يسوع عطى الأهمية لهذا الطفل لأنه نحكي عن الطفل مثل بشكل عام أول الطفل هو مهم إذا في عالم موجود يحكي الولد زيح حبيب أنت هلأ مش وقتك إذا الولد يريد يعبر عن شي معين نروح لعب مع فلان أو فلان بالقودة لأنه الولد نزيح على جنب أو للأسف نعطيه زيادة نحن نحكي عن منطلق الطبيعي بالتربية التربية نحن دائما نحط الولد على جنب إذا ما نحكي عن الولد مني مع فكرة أنا أنه الولد بسيط والولد بريء والولد هو لا إذا نتأمل وكل نصو نعرف أزكى مخلوق هو الولد وأنا بحكي بطريقة شويف وكهية أنه الإنسان كلما يكبر كلما يخف زكية لأنه من نطلع على الولد الصغير ولد أول ما يخلق أو أول ما يبلش يمشي بيخذنا وبيجيبنا ونحن فكرة حالة نحن هم يكون ضحك علينا الشغل البدو إياها بيعمل بألف حيلة وحيلة ليش هذا التأمل كتير حلو نتأمل كل واحد مننا يتأمل ليش الطفل بيبلش هيك وبلش يتراجع إذا نعطيه كلمة ذكا بس وبيتراجع عن طريق التعبير لأنه الطفل أول ما يخلق بتكون ثقته كتير كبيرة بالحوالي عنده ما عنده غير أمه وبيه ما عنده غير هيدا العالم هيدا عالمه بالنسبة لأنه لو شو ما كان في مين يحميه شو ما غلط وملاحظ عليها أول ما الولد يكب شي مزهري أو شي شعرف شي شغل إزاز شو بيعمل بيركد بيبكي وبيحضن أمه بيحضن باي ولاش زكا مش لأنه لأنه عارف حاله بدي كلا قتله بيركد طيب يبوس أمه ويبكي قدامه تكسر هذه الخبرية أنه أنا ضحية وقعت هذه ضحية لم يخصني ويام كتير أشياء بعمل عمل مثلا إذا بدي روح بنقذ ابن جيراني أو كذا روح بيركد لعند أهلي ليش في مين يحميني في مين يخلصني من المشكلة اللي أنا فيها هيدا هو الإنسان الحقيقي ساعة اللي أنا بغلط وبعرف إركض لعند ربي ضغري مش بحط حالي أنه لا أنه أنا الله ما رح يرضى فيي يمكن أبونا ما عليش زبن نطلق من فكرة معينة حضرتك زكرت اليوم الطفل فينا نحكي عن زكة فينا نحكي عن براءة فينا نحكي عن محبة غير مشروطة ولكن بمحلة معين كمان نحكي عن ضعف ساعة بالأول كضعف جسدي بحاجة لمن يسند ويعلم كيف يمشي أو حتى ضعف من الناحية بحاجة لمن يساعد وينما هل فيها نقول أنه المسيح بده نتشبه بضعف الأطفال من خلاله نقوى أكيد أكيد مئة بالمئة اللي أنت عم تقوله أنا قطفل عندي ضعف حتى ضعف ببعض النظر يعني بعض الخبرية ما بقدر الأشياء على المظبوط يعني ما بيعرف أنه هاي المزهرية عمرها شي معي أو هاي دي ستة أو أمة أو حدا عاطيني إيها بدأ حافظ علي بيعرف أنه هاي دي هلأ هيك أنا عملت أو أنا عندها المخطط هلأد محدود المحدودية مش غلط وليس سأت لأنا بصير الساجين المحدودية هون المصيبة الطفل محدود إذا ما أقول عنه هلأد تفكيره عنده بعض نظمة ما عم نحكي عنه بس لها الدرجة بس وقت يبلش يكبر عم يكبر الولد يبلش عنده اتكال على حاله اتكال على تفكيره اتكال على خبراته وهون يبلش يخف الاستسلام الكل لأمه وبيه استسلامه كل للحوالي لأنه يبلش ينجرح من هون وينجرح من هون ويحس بخبرات هون سيئة وخبرات هون وسط وخبرات هون كذا بتخلي انه لا انا مش دايما كلهم بحبوني مش دايما الكلم معي انا اول شي عندي امي وبيه هني مثال وعطى اقبال بسيشوف لا ان امي وبيه عم يغلطوا بتنكسر هيدة المثالية ولكن اذا كان نمو صحيح بستوعب انه انسان كلنا على نمو معين بس اذا عملي الشوك الكبير وما خلاني وما كيف حدا معي يستوعب انا بعمل بلوك على منطق الام والبي وهيدي علقتنا مع الله اذا انا اوكي عندي انت كير على حالي مثل ما اعطيت مثل الولد اول اول ما يمشي اجمل صورة هيدة بحس انا ساعة منلق الولد حطينه على الحيط ونطرينه تيمشي قلت قالنا حكينا قبل بمرة منبصت فيه واو دعس اول دعس وبعدها منتركه لواحد ويكون هديينه من ورا وحد قدام عن بقول له طعم فكر حاول هو قادر يقوم لواحد وبعدها منتركه ولو ووقع عشوى منتركه يوقع مرة مرتان نجع من هدي عنده اتكال عنده نعمة بعدين الأسف بتخف هالثيئة رب يا سواء المسيح يوم بالإنجيل عم يحكي عن الطفل عن الاستسلام والثيئة ساعة اللي أنا عندي استسلام كل لأراضة الله أنا طفل حقيقي وإذا أنا عندي ثيئة كبيرة بالعالم الحوالي أنا عم بشيء درب صحيح هالثيئة وهالاستسلام هنا الأساسية بكل عمل أنا عم فيه بكل حياة أنا بحكي بكل وضع أنا موجود فيه يسوع هو الأساس إذا أنا مش عم بعرف عيش يسوع بحياتي أنا مش عم بعرف عيش الاستسلام والثيئة أبونا بدي انطلق من الواقع اللي حضرتك وصفته اللي هي اليوم الطفل عالمه بالأول بيكون الأهل وعنده سيئة كاملة إذا بدنا نقارن هذا يمكن نحنا كمان بيصير فينا على كبر هذا الموضوع يمكن بيكون لدينا سيئة بعالم أوقات السيئة ما بتطلع بمحلة أو تجاري يمكن بتأسينا إذا فينا نصفها بهذه الطريقة الطفل يلي داخلنا إذا فقدنا نحنا كيف نستعيده بدي داوج جرحات بدي عالش حالة بكل معنى الكلمة وهذا الشيء مش عيب مش مهين بسيئة بدي عالش حالة يعني بدي بلش ارجع مثل ما دعا الرب يسوع المسيح قال لهم إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخل ملكوت السموات إذا ما بترجع مثل الطفل ما في لقلك ملكوت السماء ليش مش لأنه قصاصنا مش عم بقصصنا لأنه كلما معلق بإشياء ما رح في فوت على الملكوت السماء كلما أنا بعد نساجيني جروحاتي وضعفة ما رح عدد رفوت على الملكوت السماء مش عم بقصصنا الرابع عم بفسرنا معتقلنا هالجملة فأنا بدي أرجع طفل بأي طريقة بكل بساطة أنا بدي أرجع للهدوء للاستسلام لأعرف عالج كل ضعف أنا أطعت فيه وكل جرح أنا عملته بدي أرجع له بدي دويه بدي روح عند الطبيب المناسب بدي معالج نفسانة بروح مش إهنة مش عايب إذا أنا رحت عند حكيم نفسانة ولا عايب إذا رحت عند حكيم صحة ولا عايب إذا رحت عند حكيم روح يعني مرشد ضروري كل إنسان يكون عنده كاهن مرشد لله للصبايا راهبة مرشدة يكونوا عم بيساعدون يطلعوا من هالحالة أو يقطع هالمرحلة ما إنه المرشد هو كمال المعرفة أو مش قاطع بجروحات ولكن فيه روح الله فيه خبرات بيساعد عفية الناحية النفسية كذلك الأمر أنا بدي حط حالي عند حكيم نفسانة مش يعني حكيم سيئة أنا مريض أنا مجنون أو أنا معقد لا الطبيب كمال الأرض والطبيب الأرض الطبيب الصحي الصريح مش إذا أنا بعت بيروح بصالة بيت مصبحة حيضا أنا مجرب الله لا الله حط بدربة حكمة وحط بدربة أشخاص تانين كل صفات العمال معينين وولتها لساعة بعضنا حيضا هو التواضع ساعة للطفل بيروح لعند أمه وبيه وبيقول له أنا إيدي عمتجعني كيف بدك تصحل إياها مش أنا لوحد بدي صحح لماذا يروح لعند أمي لماذا يروح لعند فلان لماذا يروح لعند ألتان لا هذا الكبريا هذا الرب اللي يحكي عنه اليوم التواضع التواضع هو أعرف أطلب بالمكان المناسب وانطر الجواب واستسلم للقرار مش أنا بدي روح لعند الرب أطلب منه طلب وهلأ بدي ياما نحن كأطفال مش ياما بدي الطفل هلأ بدي الشوكولات لا ياما بدك الشوكولات بلأ ويصير عيت ويجع ويعلي صوته التربية الصحية شو أدمط عيت عيت هلأ مش وقت بالوقت المناسب هذه التربية وهذا ربعا بيقلنا حتى ولو نحن فكرنا حنق ويجعنا كأطفال وسيكون كأطفال مطيعين ومستسلمين لأرادة الله أبونا بخيتام لكنا حول الإنجلي الكلمة بتحب تقولها الاستسلم هللي كنا ختمنا فيها أنا تكون عم عيش الحياة والملكوت عها الأرض تكفية بالسماء بدي أعرف كون كليا للرب اتعلق بس بأله كل ما عم بتعلق بالأرض رح ضل بالأرض كل ما أتعلق بالسماء رح أطلع صوب السماء فنحن مدعوين نتعلق دايما بالرب طراب يرفعنا صوب يو السماء الأب دومينيك نصر الرهيب الماروني المريم نحن نتشكرك على وقتك ومشاركتك معنا اليوم شكرا الله ياتسك